حيلة جديدة تمارسها اسرائيل لتنفذ مخططها القديم لماذا قسم الجيش الاسرائيلي غزة الى بلوكات؟ اسرائيل دمرت غزة لجعل الحياة بالقطاع مستحيلة تمهيدا لنقلهم لسيناء المصرية حيلة جديدة تلجأ اليها اسرائيل في حربها على غزة فلم تكتفي بطرد سكان غزة من منازلهم وقصفها فوق رؤوسهم بل طالبت بترحيلهم الى سيناء المصرية وترك اراضيهم عنوى وبعد فشل مساعيها في تحقيق ذلك وخاصة بعد رفض مصر القاطع استقبال الشعب الفلسطيني بارض سيناء لجأت الى وسيلة اخرى تجبر بها اهل القطاع على النزوح جنوبنا حيث قسمت اسرائيل قطاع غزة الى 2300 تجمع سكنية تعرف بالمربعات او بلوكات ضمن خطتها الجديدة لجولتها الثانية من الحرب ليتحول جميع سكان القطاع الى نازحين وتسببت في تكدس بشري لا مثيل له على الاطلاق حيث قسم الجيش الاسرائيلي القطاع الى قسمين شمالي وجنوبي وجزأهما الى مربعات مرقمة حدد من خلالها الاماكن التي سيستهدفها حيث سيتطلب من السكان الاخلاء خلال العمليات العسكرية حسب المناطق المرقمة معتبرا ان حماس تستخدم سكان قطاع غزة دروعا بشرية وقد اوضح المتحدث الرسمي باسم جيش الدفاع الاسرائيلية افخاي ادرعي بان الجيش الاسرائيلي نشر خريطة بالبلوكات او مناطق الاخلاء في قطاع غزة ويلقي مناشر الى سكان غزة يوجههم من خلالها الى اخلاء مناطق معينة تنطلق منها نشاطات ارهابية كما تم نشر خريطة البلوكات على موقع الجيش الالكترونية بما يسمح للسكان بمغادرتها مسبقا على حد قوله وعلى ضوء ذلك طلب الجيش الاسرائيلي سكان شمال قطاع غزة في جباليا وشجاعية والزيتون والبلد القديمة باخلاء منازلهم عبر محورين مركزيين الى منطقة درج طوبة والمنطقة الغربية بغزة وجنوبا طلب الجيش باخلاء مناطق في خربة خزاعة وعبسان وبين سهلة ومعا والقرارة والتوجه الى رفح ومنطقة المواصل الانسانية مطالبين باخلاء المنازل فورا والتوجه الى مراكز الايوائي في رفح حيث رأى المختصين في الشأن التشريعي والنيابي ان اسرائيل دمرت القطاع لجعل الحياة به مستحيلة بقصد تهجير السكان قسريا الى سيناء المصرية فقد خططت اسرائيل ونفذت جرائم التخلص من ضحايا سكان غزة لجعل الحياة مستحيلة بقصد تهجيرهم قسريا لارض الفيروز برغم رفض الدول العربية المجاورة وبالخصوص مصر والاردن القاطع لفكرة التهجير القسري للفلسطينيين من القطاع خصوصا مع نزوح نحو مليون فلسطيني من شمال القطاع الى الجنوب باتجاه رفح حيث المنفذ الوحيد للقطاع مع العالم الخارجي فمع تزايد القصف والعمليات العسكرية الاسرائيلية سارع الغزيون الى الهروب سيرا على الاقدام او بواسطة الدراجات النارية او العربات المحملة بامتعاتهم من خان يونس التي اصبحت المحور الجديد للحرب باتجاه رفح على الحدود مع مصر فالجيش الاسرائيلي مارس تدميرا ممنهجا لكل قطاع غزة وخاصة الشمال وحرس على خلق اوضاع انسانية صعبة تدفع اهالي غزة لمغادرة القطاع بما في ذلك مناطق جنوب القطاع التي يفترض انها امنة وفي كل الاحوال لن يقبل الغزيون اي حكم يأتي على ظهر دبابة اسرائيلية اذا اعجبكم محتوى قناتنا يمكنكم دعمنا او الاعلان على قنوات متى عقلك عبر رابط الفان لايك في الوصف اسفل الفيديو موسيقى